لو جينا نتكلم على العلاقة ما بين الشرطة والشعب أو الشرطة والمواطنين هنتكلم عليها من قديم الأذر لأنه العلاقة ما بين المواطن وما بين الشرطة فهي على مر العصور بتتسم بالحساسية الشديدة جدا وده نظرا لما تمثله الشرطة من حزم شديد جدا أو تعبير صارغة عن السلطة اللي هي بتمثلها وتمسك بزمام الأمور في الدولة وده بيبقى من خلال أدوات فيها رضع وفيها قوة وفيها أحيانا كتير عنف العلاقة دي لحد كبير بتكون مختفية على مدى الشعب اللي بيتمثل فيه أو اللي بيتمتع بروح الديمقراطية والموسوى والحقوق الإنسانية والواجبات اللي ليه واللي عليه لو البلاد دي بتتمتع بالحريات دي أو بتتمتع بالالتزام القانون وبروح القانون بقدر قليل جدا بتكون الشرطة على قدر قليل جدا من العنف ومن التمسك بالأدوات اللي كنا نتكلم عنها اللي فيها رضع شديد جدا معانا نهاردة كتاب اسمه إغراء السلطة المطلقة بيتكلم معانا على علاقة الشرطة والمواطنين على مر العصور من قديم الأزل خلينا النهاردة نعرف تفاصيل أكتر في الكتاب ونفهم أكتر من دفتنا الموجودة معانا النهاردة وهي صاحبة الكتاب واللي كانت باب قالها فترة من قبل صورة 25 يناير والحقيقة هو كان فيه مواضيع كتير جدا مهمة هنشوف إزاي قدرت أن هي تكتب كتاب زي دو وتنزله قبل صورة 25 يناير بحاجات بسيطة يكون معانا نهاردة دكتور بسمة عبد العزيز دكتور بسمة صباح الخير صباح الخير أهلا كتابك بيتكلم عن العلاقة بين الشرطة والمواطنين واللي عرفوا أن أنت نزلتيه في 2011 فأواخر 2011 يعني قبل صورة 25 يناير بحاجات بسيطة ما خفتيش تنزلي كتاب زي ده في الوقت اللي الناس كلها يعني بتقول يا حيطة داريني وبتمشي جنب الحيط علشان محدش يتعرض لها وخصوصا بتتكلمي على علاقة الشرطة يعني تمام هو الحقيقة الكتاب ده كان عبارة عن بحث فاز بجائزة أحمد بهاء الدين في 2009 واستكملته وأنهيته في أواخر 2010 ودخل فعلا المطبعة ونظام مبارك مازال موجود وخرج منها في ثالث يوم من ثورة يناير اللي هو يوم 27 أنا الحقيقة ما كانش عندي مشكلة أن أنا أطلع الكتاب في الوقت ده وإن كان المشكلة صدفتني في أنه حد يرضى يطبع الكتاب لأنه أكتر من دار نشر تخوفت وقيت لها ما نقدرش نطبع الكلام دوت لأ ده مش وقته طب نستنى لقيت حد يقبل يطبعه كانت درسة الصفة وأنا بصراحة ما كانش عندي تخوف لأن أنا طول عمري بشتغل في هذه المنطقة مع الأشخاص اللي بيتعرضوا للعنف وبيتعرضوا للتعذيب فكانت المخاطرة طول الوقت موجودة وكان لازم بما أنه عندي الخبرة دي اللي هي مش كتيرة قوي في مصر أنه تخرج في شكل كتاب أو غيره عشان طالع عليها أكبر عدد من الناس فبصراحة أنا ما ترددتش وأول ما لقيت حد يطبعه ومشيت في الموضوع شجاعة جدا دكتور بسمة وأنت عملت نسخة ربعة من الكتاب أصدرت فيها قريبا جدا يعني ليه أعملت نسخة ربعة من الكتاب وخصوصا في الوقت الحالي اللي إحنا فيه يعني يمكن الكتاب هل هو الناس كان قبولها عليه كان كويس جدا ولا هل في تطورات حصلت كتير حبيت أن تضيفها في الكتاب هو الحقيقة الكتاب الطبع فعلا أربع مرات أخيرها من شهرين تقريبا الطبعة الثالثة كانت عام مكتبة الأسرة ونفدت يعني مكتبة الأسرة خادت حق الطبع وطبعت عدد كبير من النسخ ونفدت زي ما بقول حاليك أن الكتاب كان خلصان قبل ثورة يناير وبالتالي لما ناشر طلب نعمل طبعة ربعة ما كانش ممكن الطبعة دي تخرج بعد ثلاث سنين على ثورة من غير أي إشارة للشرطة حصلها إيه في وقت الثورة وبعد الثورة تمام وبالتالي قررت أن أنا أكتب فصل جديد الفصل ده مسك من أول 25 يناير لغاية قبل 36 قبل سقوط نظام مرسي طب كويس قدرت أن أنت تلحق تعملي ده بما أنه كمية نفذت فأنا قريب هينزل منها تاني ولا أريدي خلاص موجود منها دلوقتي اللي عايز ينزل يشتري كتاب طبعة الرابعة موجودة موجودة اللي هي بالفصل الجديد طيب تمام لو حبينا نرجع للمراحل التاريخية اللي بتتعلق بعلاقة الشرطة والشعب أو المواطنين اللي أنت ذكرتها وتنا ولتيها قريدي في كتابك أهم المراحل دي إيه وليه من وجهة نظرك والله هو أنا وأنا بشتغل في المراحل التاريخية اكتشفت أنه طول الوقت تقريبا الشرطة كانت أداة لقمع المواطنين مصر تعرضت في تاريخها لفترات طويلة جدا من الاحتلال سواء من الدولة العثمانية أو من الاحتلال الإنجليزي أو الفرنسي أو غيره أو الروماني يعني فترات طويلة جدا الفترة الوحيدة اللي لقيت فيها وثائق وإن كنت مقداش أأكد يعني هي مجرد وثائق موجودة بتتكلم عن أنه الشرطي قد إيه يحترم المواطن قد إيه ما يمارس شعون في اتجاهه قد إيه أنه فيه حاجات تشبه مواثق حقوق الإنسان اللي موجودة دلوقتي كانت مصر القديمة والمزهل أنه مصر القديمة اللي هي من آلاف السنين شهد التكوين مؤسسة فعلا مؤسسة شرطية فعلا بأجهزة في شرطة المعبد في شرطة النهر في شرطة وهكذا وكان من ضمن الوثائق بتاعتها حاجات بتنظم عمل الشرطي وبتحده على أنه ما يمارسش عنفه وأنه يحترم المواطن وغيره فيمكن دي كانت مفاجأة شوية بالنسبة آه طبعا بالنسبة لنا كمان مفروض أننا بنتبقى في تطور ومش في تراجعين بالضبط كده ما بعد ذلك حنط الفترات التاريخية المختلفة وأوصل لفترة حكم مبارك اللي هي 30 سنة لأنه أداء الشرطة فيها شهد تطورات رهيبة من ناحية شكل العنف وكم العنف يمكن نقطة الوحيدة اللي حاب أقولها في الفترات التاريخية لقبل كده من هي أن الشرطة في بعض الأحيان كانت بتعمل تطوعا من غير رواتب فعلا والله ده معلومة جديدة خالص وبالتالي ما كانش ولقها للنظام يعني طول الوقت الشخص اللي بيتفعلي واللي بيعايشني في جزء من ولقي له ولكن لما شرطة تعمل تطوعا من قلبها بقى يعني ده واجب أو احتياج المجتمع للتنظيم وبالتالي ما كانش ولقها للسلطة كما هو فيما بعد تمام يعني ياريت نرجع كده بس الزمن ما ينفعش فيه كلام ده خالص بالحق الصحي يعني خلينا نشوف شكل الكتاب من بره أو الغلاف بتاعه عامل ازاي ونتكلم على الغلاف اغراء السلطة المطلقة مصار العنف في علاقة الشرطة بالمواطن عبر التاريخ قلتي أن مصر القديمة هي أكتر العصور بالنسبة لك يعني مفاجأة نقول مفاجأة أنت تعاليك اتعاملتي مع مركز نديم لعليك حالات التعذيب والعنف وشوفتي ده بعنيكي ولمزتي ده ونزلتي الأرض الواقع وقدرتي أن أنت تتواصلي معاهم ده أثر في كتابك أو في بحثك اللي أنت عملتيه دلوقتي بالتأكيد يعني أنا بعد ما اتخرجت من كلية الطب على طول اشتغلت مع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب وكانت عندي ملحوظة بعد سنوات من العمل أنه ناس كتير بتتصور أنه التعذيب والعنف يطال الأشخاص المعارضين والسياسيين نظبوط تمام لكن من واقع خبرتي العملية لقيت أنه ده فيه مواطنين عاديين جدا بيتعرضوا للعنف والتعذيب بأكثر مما يتعرض المعارضون ومن هنا جات فكرة طب ليه ليه مواطن عادي ما هواش معارض للسلطة ما هواش بيطلع في احتجاجات ولا غيره ليه يتعرض للتعذيب كان ده السؤال اللي بدأت أشتغل عليه واللي قدمت البحث لجهزة أحمد بها الدين عشانه فطبعا ما فيه شك أنه شغلي في النديم هو كان البداية يعني كان البداية واستعنت طول ما أنا بشتغل في البحث بحالات اللي أنا بشوفها هناك طب هيا دكتور بسمة يعني فيه إجابة على سؤالك كان إجابة قدتي وموجودة في الكتاب وموجودة في الكتاب يعني الإجابة ببساطة أنه النظام أصبح له أعداء كثر جدا في عهد مبارك يعني لو جينا الأيام عبد الناصر وده أنا رزدا في الكتاب كانت العلاقة ما بين الشرطة والمواطن العادي الغير معارض علاقة عادية ما فيهاش الخوف والتوجس والوجل اللي كان موجود في عهد مبارك ليه؟ لأنه في وقت عبد الناصر كانوا الأعداء السياسيين معروفين سواء شعيين أو طيارات إسلامية أو غير وكان دول اللي بيوجه لهم العنف أيام مبارك ازدادت معدلات الفقر والحالة الاقتصادية ادهورت والأحوال بشكل عام بقت سيئة بقى العدو الأساسي للنظام هواش بس المعارض السياسي ده بقت جموع الشعب الفقيرة اللي هي في لحظة وأخرى هتخرج على النظام وتوقعه فبقى لازم توصل رسالة من القمع والترويع للمجتمع بأكمله وبالتالي بقى أي شخص عرضة لهذا الشكل من أشكال العنف النقطة التانية أن الشرطة قاسرة عن أن هي تحل الجرائم والأخطاء اللي بتقع بشكل منهجي وبشكل مدروس ومنظم غير قادرة على أنها تجيب الفاعل في جريمة ما بشكل مهني تمام تمام فقابلت حالات كتير أنه بتحصل جريمة أو سرقة أو غيره فحارة فالشغطة عايزة تقفل هذه القضية فتجمع مجموعة من الأشخاص المشتبه فيهم أو المسجلين من هذا المكان وتعذبهم هيحصل أنه فيه واحد أضعف وغير قادر على تحمل هذا التعذيب هيعترف أنه هو الجاني ويبقى القضية تقفلت لكن الحقيقة أنه ممكن يكون شخص بريء وقابلت أكتر من حالة بهذا الشكل نعم بفكرنا بقضايا أمن الدولة والحاجات التي كانت بتحصل في عصر من العصور اللي بيحصل أو اللي شفناه بعد 25 يناير أنه هبة الداخلية اتهزت جمد جدا جدا فهما شغلوهم الشاغل دلوقتي وخصوصا بعد ثورة 35 يونيو هما يستعيدوا هبتهم مرة تانية بالنسبة للمواطنين في الشارع هل أنت شايف أن هم ماشيين على المصار الصحيح وللسه لحد دلوقتي مضلين الطريق لا أنا الحقيقة شايف أنه هم ليسوا على المصار الصحيح بأي شكل من الأشكال لأنه بعد 25 يناير تحديدا كانت فيه موجة قوية جدا ومبادرات بتدعو إلى إصلاح حقيقي للشرطة قدمت مبادرات من منظمات مجتمع مدني ومن أحزاب ومن نشاطاء وأشخاص مهتمين وغيره وكان مصرها أنها تتركن في الأدراج هذه المبادرات موجودة حتى الآن لم يؤخذ بها ولم يحدث أي إصلاح حقيقي للداخلية بل الأشخاص التي تهموا فيه جرائم تعذيب مثل قضية عماد الكبير التي كلنا تابعناها الزابط المتهم فيها خرج من السجن بعد الفترة التي قضاها ورجع إلى عمله وأخذ ترقية بس حرب الإرهاب اللي بتحصل في سينة وبتحصل في سماعالية خلت الناس شوية تتعاطف معها أو مش شوية خلتهم يتعاطفوا فعلا مع الجيش ومع الشرطة وده خلى أنه نظرة كبيرة جدا وتحول كبير جدا من المصارى اللي كان حصل بعد 25 يناير يتغير اليومين دول ممكن فعلا العلاقة تتغير في الوقت ده ويرترجع مرة تانية الداخلية تحصل على هيبتها مرة أخرى وتلتزم بالمصارى الصحيح أنا أقول لها حاجة هو طبعا مش بس الحرب على الإرهاب وسينة لا ده هو احتياج المواطن اللي ماشي في الشارع لبعض الأمن والاستقرار بيخليه يتغاضى كمان عن ممارسات هو شايف أنها خطأ ولكن هو في مقابل الحصول على استقراره مستعد للتنازل صحيح ففي الحاجتين دول وده حقيقي وموجود ولكن خليني أقول لك أنه الناس كمان اختلفت بعد 25 يناير من الناحية النفسية إلى حد كبير ما بقتش تقبل الإزلال والإهانة كما كان أيام مبارك حتى هذه اللحظة بيحصل أن شخص يعذب في قسم أو أنه ضابط يطلع سلاحه ويدرب شخص به زي ما حصل في الأميرية من يمكن أسبوع أو عشر تيام فالناس تتجمع وتهاجم القسم وتكسره وتضرب اللي فيه وهكذا ما بقاش الناس بيسكوتوا زي ما كانوا بيسكوتوا وده نقدر نقول عليه السلاح الوحيد اللي يقدر يخلي الداخلية تلتزم بالحقوق والواجبات هو ده سلاح المواطن الذي لا يملك غيره ولكن إذا تكلمنا عن إصلاح حقيقي للداخلية فهي رهن بإرادة النظام رهن بالإرادة السياسية إذا النظام شايف أنه الداخلية هي أداة لقمع الشعب والمواطن حيخليها زي ما هي مالوش رغبة في إصلاحها هيصلحها لي إذا النظام شايف أنه إحنا فعلا عايزين نبقى دولة تحترم القانون ودولة ديمقراطية وفيها حقوق إنسان يبقى لابد من إصلاح حقيقي هنستنى الجزء الخامس ولا الكتاب هيقف عند الجزء الرابع والله أنا أظن أنه هيقف عند يعني إذا كانت طبعات فالله أعلم لو خلصت الطبع الرابع يمكن تطبيع لكن أنا حضيف ولا لأ لا أظن أنه أنا ما بعد 30 يونيو 2013 هذه مرحلة جديدة تماماً زي ما حضرتك تفضلت وقلت دلوقتي وتستحق دراسة وافية لوحدها وبعد فترة من الزمن لأنه في حاجات كتير لسه مش واضح جود لك وربنا يقويكي على الدراسات والأبحاث والنزولك علشان تقدر تكوني لمسة ده الواقع ده بأيديكي وبعنيكي فأنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة ونشوفك قريباً إن شاء الله بعد ما يكون في تطورات أكتر من كده إن شاء الله شكراً بندعوك لقراءة كتاب إغراء السلطة المطلقة كتاب هيعجبكو جداً هيفتح أقولكو كتير جداً بكده نكون وصلنا نهاية يومنا النهاردة مع دكتور بسمة عبد العزيز وكتاب إغراء السلطة المطلقة هنشوفكم بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة وصباح يوم جديد من نهارك سعيد سلام